نصف النهاردة بنشوف الدفع بحمد علاء في مكاسب كتير بجانب المكسب اللي هو يمكن اللي احنا كنا متمانين ونوى ثلاثة بنت لكن على المستوى الفني اعتقد فيه مكاسب كتير يا كبت طبعا يعني قبل المباراة انا شفت من يومين طبعا اتكلمت مع الجهاز المساعد وكنت شايف ان سليف كلبالي لازم يريح انا لعبنا 22 مباراة سليف كلبالي لازم 20 مباراة منهم اللاعب الوحيد اللي مريحش غير مبارايتين فقط لغيره ودي كانت منعكس عليه في الفترة الاخيرة فانا اخدت قرار طبعا ان هو يريح ودفعت بحمد علاء احمد علاء من اللعيب المران كويس ومحتاج ياخد فرصة فطبعا الدينالو فرصة ودي مهمة جدا اللعيب انا شايف النهاردة قدى جيم كويس جدا بسم علي النهاردة الدينالو برضو ربع ساعة في الاخر على اساس ان احنا نتطمن عليه وقفل الحتة اليمين قدام ندفل عندنا مكاسب كتيرة الشريف اكرامي بيأكد ان هو حدث مرمى يعني ما اقدرش اتكلم لكن كان في فقدان للثقة من فترة لكن النهاردة بيلعب مباراة انا شايفها كويسة جدا خلينا نبني على الفوز ده ان شاء الله مش عايزين ندي الامور اكبر من نصابها ثلاثة نقط في مشوار لسه طويل هيستمر لغاية يوليو او اغسطس نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين في النهاية ان شاء الله في اغسطس سريع من شقين حصام عشور عايزة تطمن عليه من خلالك ومؤمن زكريا مؤمن زكريا ممكن الناس قالت النهاردة ان هو مش موجود في القيمة بسبب القيد لكن على معتقد ان فيه تجيز والدفع به هيكون فيه الشكل اللازل لك بالنادي الاهلي وبمؤمن زكريا بالنسبة طبعا للعشور حصل له جزع في الانكل في نتيجة التراك في حفرة فطبعا هو مكمل في الكورة حصل له الجزع ده وفقط غير نزل السلاية السلاية كان بقاله فترة مصاب من مباراة الترجي يوم تسعة النهاردة خات 45 دي انا شايفه بشكل كويس عنصر من عناصر المميزة لنا في نص الملعب بالنسبة المؤمن انا عملت له برنامج من اول ما توليت المسؤولية عملت له برنامج على فترتين يوميا على اساس ان انا جاهزوا ويشتغل معا كان سامي وعادل بيشتغلوا معا بالتناوب مع حسين في الحقيقة الجزء البدني وشغالين ان شاء الله هيخش معانا الفترة الجاية لكن مؤمن كان محتاج ان هو يتجهز من ناحية نفسية بالنسبة له مهمة جدا وانا بتعمل معا بشكل نفسي كويس جدا يمكن ما يقال طبعا موضوع تجديد ده موضوع يعني مش في حزبانا خالص ويمكن وانا كنت مساعد لمستر كارترون قلت له الموضوع ده مش في حساباتنا خالص ودلوقتي وانا مدير فاني وقول له برضو الموضوع مش في حساباتنا بس لازم لما يرجع ويخش لازم يبقى بالشكل اللي الناس عارفة عن مؤمن دي مهمة جدا وانا شاء الله بنجهزه وعملنا له كمان شغل للقوة مع حسين عبدالدايم ان شاء الله الفترة الجاية هنشوفه ان شاء الله شكرا مبروك مبروك عليكم بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي المكس